بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نبدأ شابتر جديد وهو Failure Theories المتعلقة بالDynamic Loading المين طابق اللي هنتكلم عليها أول حاجة Introduction أو مقدمة تاني حاجة Types of Dynamic Loading أنواع التحميل الديناميكي بعد كده هنتكلم على الفتيج Test and Endurance Limit بعد كده Combined Mean and Variable Stress والنظريتين الأشهر في التعلق ب Failure Theories التحميل الديناميكي اللي هي Goodman وسودر بيرج بداية إحنا نعيشنا قبل كده We have discussed in the previous chapter The stresses due static loading only إحنا تعاملنا مع نظريات الانهيار متعلقة بالتحميل الاستاتيكي فقط but only a few machine parts عدد قليل من أجزاء الماكينات are subjected to static loading بيتعرض إلى تحميل استاتيكي Since many of the machine parts معظم الماكينات أو أجزاء الماكينات على سبيل المثال اللي هي أحمال متغيرة أو متبدلة متعدلة أيضاً بتسمى fluctuating اللي هي أحمال عائمة متغيرة بشكل عشوائي أو الفتيج loads أحمال الكلام طبعاً معظم الماكينات بتتعرض لهذه الأحمال المتغيرة therefore we shall discuss in this chapter هنناقش فيه الشابتر ده variable or alternating stress الإجهادات المتغيرة أو المتعلقة بالتحميل الديناميكي بدايةً لو عندي جزء بالشكل ده كده عليه حمل من هنا وردود أفعال من هنا ومن هنا طبعاً الجزء ده هيتعرض إلى bending stress فالطبقات اللي هنا هيحصل لها compressive stress واللي هنا هيحصل لها tensile stress طيب ما فيش مشكلة لغاية دلوقتي لكن بما إن لو الجزء ده ضار لو حصل دوران إيه اللي هيحصل النقطة E هنا بتناظر النقطة العليا اللي عندها compressive stress والنقطة B بتناظر النقطة D اللي عندها tensile stress لما يحصل دوران يبتدي الجزء ده من أقصى إجهات compressive يقل الإجهات تدريجياً لغاية لما يوصل النقطة دي ووصل لصفر وبعدين يعكس الاتجاهات يبدأ التنسile stress يزيد لغاية لما يوصل للمكسيمون لغاية دلوقتي برضو إيه الأثر الناتج عن الكلام ده؟ مشكلة كبيرة جداً وهي سببها إيه؟ إن النقطة E أثناء دورانها تعرضت إلى أقصى إجهاد ضغط compressive stress ثم انخفض تدريجياً إلى أن وصل إلى الصفر ثم زاد في الاتجاه المعاكس في التنسile stress لغاية لما يوصل للمكسيمون وتبتدي تتكرر العملية وبيوضحها هنا المنحنة ده هنا طبعاً التنسile stress وهنا الكومبريسيف stress يبقى بدأ عندي في عندي صفر هنا وبعدين يزيد لغاية سيجما ماكسيمون في اتجاه التنسile stress وبعدين يقل لغاية لما يوصل للزير وبعدين يبتدي يظهر في الكمبريسيف في الاتجاه المعاكس وهكذا وتبتدي تتكرر العملية فهنا بيحصل ما يسمى بالكومبليتلي ريفيرسيد اور سايكيلك سترس وده أخطر أنواع التحميل يبقى عندي هنا سيجما ماكسيمون هنا عندي سيجما مينمم اللي هي الكمبريسيف stress ومنها بحسب سيجما مين اللي هو بيساوي مجموع الاتنين على اتنين طبعاً هنا بأخذ اشارة الكمبريسيف stress ده سيجما مينمم بتكون بالنيجاتيف ساين عشان كده بيظهر عندي سيجما مين بيساوي صفر سيجما ماكسيمون زائد سيجما مينمم اللي اشارتها نيجاتيف فبالتالي بيديني سجما مين في الحالة دي بيساوي صفر وسجما فاريبل اللي هو سجما ماكسموم ناقص سجما مينوم هنا هتبقى سجما مينوم بالماينس يبقى ناقص ماينوس ماينوس يبقى بلس يبقى مجموعة الاتنين على اتنين يبقى كأنه هيساوي إيه قيمة سجما فاريبل هتساوي سجما ماكسموم من أخطر أنواع التحميل الديناميكي هو الكمبيتلي ريفارسد استرس ولذلك أنا لما أطلب منك مثلا لو في سلك معدني بالشكل ده كده بطلب منك أنك تقطعه بإيدك فبتعمل إيه تروح تنيه بالشكل ده كده إلى أعلى وبعدين ترجع تنيه إلى أسفل كأنك عرضت النقطة دي مرة إلى تنسايل لما كان بالوضع ده ومرة إلى كومبريسيف لما كان بالوضع ده وتفضل تكرر العملية إلى أن ينقطع معك السلك المعدني بدون مساعدة أي مكينة في عملية الإيه الانهيار نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله